يسعدنا أيها السادة والسيدات في هذه الحلقة الجديدة من صوت المواطن أن الصديف الكاتب المغربي حسن راموتي حسن راموتي غني عن تعريف له العديد من الأعمال الشعرية والروائية والقساسية من أعماله بوح تحت زخات المطر وكذلك مجموعة من الملكة القطار ورواية ليندوشي كما أنه أبدع في فن أدب الرحلات من كتابه الامتدال الأزرق ونيران شقيقة وكذلك له مجموعة من الدواوين الشعرية أبرزها لأحلام النورس الأخير سحسن أهل وسهلا بك شكرا 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 لبنكة القطار في 2012 ثم على ذلك أصدرت نواية ليران شقيقات ثم الاتباد الأزرق ورحلة حقيقية بعدها نص سنة طويل بعض لدائل التهي وندائل التهي والصراح ثم على ذلك أصدرت لواية ثم نجمع خاصة فيها شديدة بعضنا أدول مرشحا عن صورة وضع لدعم وضع التقصة ثم عجزك الضرط آخر عمل لي جمع خفل سجار ضوح تحت الخاتل المطعف هذه أهم الأعمال يعني ساحسان لماذا هذا التنوع هل الكاتب يشد نفسه يعني في كثير من الأحيان نشعر بهذا الملل ونتجه للرواية أو للشعر أو للقصة أن هناك أمر آخر لديك أنا أعلم ذلك لا أجلت القصة القصيرة هي ملادي ومقوية اللي أجل فيها خوضة للتعديل عن لحظة الشاملة أو عن تقلة مطاربها كما يطارب الإنسان فرشان أما الشعر فأنا لنت شاعرا أغطرت من جنوعة شاعرية واحدة هي لإحلال النور الأخير كذلك أنا أتهيجب من كتابة الشعر لأنه إما أن تكون شاعرا أو لا كذلك فأغلق كذلك على السن على السن إما على السنة أو عن الغواية أو عن الرحلة كما أشار هذه أهم الإجتماعي استردن أصدر أعشقه أكثر وأعشقه خاصة القصة خطرة جدا استخدثا أعمالك أو شخصياتك تحيلون إلى زمن الطفولة والحياة وكذلك إلى المشاكل الشيماعية والسياسية هل تقربون من هذه التيمات ومن هذه المواضع قليلة نعم أهم السئلات التي أشتغل عنها كمات المجتمع فأنا نعم طريقة بالمجتمع التي ليست بطريقة حرفية أو بطريقة الكاركية وحاولوا ما أمكن أن أروا إلى بعض قوايا الأحيان عن طريقة بردن وكذلك نحاول أن استرجمة لتسلع القارك من خلال طريقة هذه ومن خلال اكتشاف بعض قوايا أخرى التي يعينها المجتمع التي بطريقة رمض وحيوانا بطريقة يتطلط فيها المهو الغرائجي دي الواقع تمت مجموعة أبو مرشحا التي أغلب اختصتها إلى تيانون العجائي الواقع أما ارتباط بالتفورة وبمدينة التصوير خاصة فبعض العمل التي كتبتها ثم في الدول أو في مدينة شب وكتاب خاصة المدينة التصوير تطرع فيه بطريقة وطورة والبسار الحياة والحلم إلى غير التصوير وهذا أهم الأشياء التي استغل لتنجد حال إعادة العقبار لبعض المشور الصورية التي أهل هم الانستئان وهما الرحلة فالإيجاب أذى هو المألف تنورت فيه رحلة العربية بالضمرة هذا الصوير الذي جاء الوصف والذي قتع المحيط الأطلس في دور أخير مربقة التصوير في مجالح الحقيقية خلال مئة يوني فحاولت إعادة العقبار لهذا الشخص الذي نفسه الزم ويعيش عنها في ألم فما حاولت في ندوش كذلك في الصور العقبار مشاركة شخص صف ثلاثة في الدوشين في حج الدوشين وحاولت أن الترجع حياته منذ انتلاقه من الصويرة ثم يزداد وميه انتلاقه ثم لضاشرية حتى وصوله إلى الدوشين ومشاركته في الحرب ثم عجده الصويرة واشتغالي في البنية حاولت أن نترجع أن أن أؤلخ لهذه الشخص التي يقدم الشيء كثير بالدني العلم وكذلك العالم بالفعل عام السيد حسان ما المعنى أن تكون كاتبا في المغرب في الفترة الحالية يعني هناك خفوط كبير لصوت المتقف المغربي نعم ما تقل المتقف الآن ستطلع يتغل هامش لأن التقاف الرخيط ومتقاف الرقص والغناء الرخيط والأسلع السائما المتقف الآن فقد بلطرط في المغرب ونحن نحارب هذا الزمن الأمور الآن نحارب بكل قوة لكن صوتنا يذهب هداء المتقف المؤسس أقولها أن الوزار التقاف وأنا التقاف قال أخير الشيء يفكر بالدولة يفكر به الجهاز الحكوبي لأن التقاف تشكل وعنص على كل حال هي مرغوب فيه إلا لا عيش اليوم هي الأساس حقيقية فالمنطقة تعني يعيش عنها مجيس هذا إشكال الحقيقي يجب أن نتغط عن المتقاف عن التقاف أن القيمة التي قد تغط إلى التقاف وإن بمتقاف أمر مليئة هذا ما ننقص نقص نقص الآن بأن نعيش عن الهامش ونفقت يعيش الهامش ونفقت فقد بساطه في اتفاع حرية مع القراطية مع العدالة فالأصبح اليوم عيش في زمن الأصبح المحسوبية الزبورية هل تحولت التقاف إلى تجارة أم أن هناك متقفين من الدرجة الأولى البرمير كلاس وهناك متقفين من الدرجة الثانية أو متقف المركز ومتقف الهامش أم أن اتفاع التقاف الحقيقي وهي الهامش الهامش ينتج تخاف الحقيقي كلاس أولا تحس بنيا من التميس ومتقف الحق ومتقف من الحضراء ومتقف المتقف على المتقف الأرجال في المتقف الأرجال ومتقف أن يتقف ولكن أعتقد أن هؤلاء الذين يجبوا أن يكون القدوة في التقاف أعتقد أن قد غير الآن عن الصحة ومتحاولون الاعتماد على التعاطين على تدور من الحقيق المصارح خاصة أن تتقد هؤلاء الشيء الذي أعتقد ترك الآن أجد أجد زميها وأجد مراقيا في حسن في دم وسائل التواصل الاجتماعي انستجرام اليوتوب الفيسبوك وما إلى ذلك أصبح الكل كاتبا وأصبح الكل شاعلا وأصبح الكل صحفيا ويعبر عنا يجل بخاطره يعني ألا يمكن استغلال هذه الطفرة الإعلامية لنكون لصالح ثقاف وليصالح المواطن أم الآية التي انعكست المواطن الاجتماعي في حياة التواصل الاجتماعي المهمة أن تنفط تنفط ببنساسات ولكن من المؤسس ألينا سبحان العين يجد أشهر الصحاب وأشهر وأشهر الشعرات ينشعرون ما ينشعرون ينشعرون ما هدى ينشعرون ولكن التقاف الحقيقية التقاف العائقية تبقى لمن لها أصور ونخطي المطور وما هل التقاف الآن التقاف من أقصص وضائق الاجتماعي هي التقاف إذن جزائم لا لأنها تتفكر على حال أنه تنف خلال الأيام أما التقاف الحقيقية خصوصا التقاف كتير في كتير القلائم للأصر ومن بعد للتقاف الحقيقية ذات نطمع إلى كريف وإلى إبراديا في إيشن ساحسن نعود إلى أعمالك الأدبية كيف تختار هذه العنوين عنوين مجامعة القصصية أو رواية بوح مملكة لدوشين لإمتداد أحلام نورس يعني كان عرف المنورس بمدينة الصورة أبو نواج ثم من كيف يتم اختيار هذه العنوين أحيانا أكتبوا النص وفكروا العنوين ويختاروا النص ويختار العنوين أحيانا أخطروا شيء أو كلمة أو كلمة أو كلمة أو كلمة أو كلمة كذلك أو كذلك أو أحيان قد أخطروا على صديق على طريق نتغل بقى نغني نتغل 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 الظهر الصحي أنه أبناء العنوين يقرأه قرأ اختبره أن يختار هذه عموين المتنين في نلانسخ يقول يختار عين العنوين بعد القراء هذا النص وأن العنوين الأخرى في الاختار حسب طبيعة الكتال حسب في هذه العنوين فدائما صعب صعب من يختار العنوين أولا في نحاول أن يختار العنوين لتلقى من طبيعة المزول الكتاب ومع الكتاب حسن في نهاية هذا اللقاء القصير ومتبئة الحال كلمة لمتسبعيك ولعشاقك من يعني العشاق الرواية والأعمال القصصية كلمة أخيرة لهم وما الذي تود أن تقوله كرسالة أقول لأصدقاء الكتاب الذي أعلمك كثيرا منهم والتحيط به فيه تحيط كثيرا جدا ولذيما يعجبون بالكتابات وإذناء أو قلوبي أقول لأولك تستحقين الحياة تستحقين الحياة أنتم أغلى وأنتم أقوع إن رؤيتم جميعا سميعا ساحسان شكرا على هذا اللقاء القصير ونتمنى إن شاء الله أن تتشد لقاءتنا في لقاءة مباشرة معك وكل الشكر والمحبة لك دمت كاتبا متميزا من مدينة صورة شكرا 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 لكم جميعا شكرا لكم جميعا شكرا كل المحبة والتقدير نأتي على نهاية حلقتنا من برنامج صوت المواطن كان معنى الكاتب المغربي حسن رموتي من مدينة صورة في لقاء مباشر إلى لقاءة أخرى أصد الله أوقاتكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في لعشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا جم